اهلا وسهلا بحضراتكم الاهلي الفوس في المباريات دي اداء ونتيجة نتمنى بكرا ان الاداء يكون على المستوى بعد كده نتكلم في النتيجة والنتيجة الحقيقة فيها كلام كتير لانه الاهلي في المباراته الاولى ويمكن ده الحقيقة يمكن كتير من الناس ما حستوش كسب فريق تقيل فريق الدحيل فريق عنده امكانيات وعنده اسماء وعنده مهارات في فرقته وعنده شخصية البطل واعتقد انك تكسب فريق بحجم الدحيل على ارضه دي مباراة لا تقل صعوبة او يمكن تقل صعوبة بشيء بسيط عن مواجهة طبعا باير ميونيخ اعتقد يمكن يكون افضل نادي في العالم في التوقيت حاليا لكن كل شيء جايز وكل الاحتمالات مفتوحة واحتمالات النادي الاهلي يتخطى عقبت باير ميونيخ بكرا ويوصل لمباراة المباراة النهائية موجودة واعتقد انها عند حصل ظن كل جماهير النادي الاهلي